السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من ليالي شهر ربيع الاول الذي يخلل للذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم استاد عبدالله مشنون في هذا الاطار نستحضر الخطابات الملكية السامية ومدى اهتمامها بمغاربة الخارج مغاربة العالم لعلكم تابعتم باهتمام بالغ مضامين الخطاب الملكي في عيد الشباب وايضا في عيد العرش المجيد ولاحظتم كيف حرص جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه للاهتمام بالشباب وبالجالية المغربية وبقضايا الاستثمار وبقضايا حقوق الانسان لو حددتمونا كيف كان انطباعكم حول هذه الخطب وحول المضامين المدرجة في الحقيقة الخطاب الاخير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يعني هذا الخطاب الاخير يعني كان اكثر من 80% مخصص الى مغاربة العالم فنحن رعاية جلالة الملك وطبعا جلالة الملك حفظه الله يؤلي اهتماما كبيرا برعاية بالخارج فهذا الخطاب خطاب يعني قوي خطاب كان مباشر خطاب تحدث فيه عن مغاربة العالم والاهم من هذا انه ذكر مغاربة العالم على انهم يتميزون بكفاءات فنعلم جميعا ان هناك كفاءات قوية لمغاربة العالم استطاعت ان تصل الى مراكز القرار في الدول التي تقيم فيها استطاعت ان تضع بصماتها القوية في المجال السياسي في المجال الثقافي في المجال الديني بالخارج في المجال العلمي في المجال الابتكار والاختراع في المجال الصناعي كذلك وعندما تحدث جلالة الملك حفظ الله عن مغاربة العالم يعني تحدث عنهم لكونهم يعني متميزين واوصى المسؤولين بالاهتمام بقضاياهم لان لا ننكروا ونحن نتحدثوا في هذه الاداعة لان مغاربة العالم طبعا يعانون مشاكل كثيرة جدا نتمنى من المسؤولين ان يفعلوا مضامين الخطاب الملكي مغاربة العالم يطالبون يعني كل مسؤول مسؤول وكل وزير وكل يعني كذا ان يفعل ان يطبق ان يلتزم باوامر جلالة الملك فيما ذكره في خطابه الذي حتى على اهمية مغاربة العالم نعم وسيد عبدالله مشنوم بالنسبة مشنون مشنون اسم جميل لانا ذكرته مشموم جاني باللغة العربية بالدريجة مشموم نوار وستيد عبدالله دائما حينما يرى يرى متناسق الالوان يعني دائما لما تراه في بعض الصور كتلقى السيد عبدالله الحمد لله مشنون كمشموم نوار يعني الحمد لله بمزاركش بالالوان ريبة العنوقة يعني منساجين مع القميص مع المعطف وهذا الحمد لله هذه اناقة ربما ايطاليا معروفة بانها بلاد الجمال وبلاد الاناقة والحلقة وربما استفدت كثيرا من حضورك وتعايشك مع الايطاليين هناك على مستوى اللباس ربما كنت تقول الموناليزا وكان تقول واحد مجموعة دي المتقفين في ايطاليا كانوا اول من طلب ان الانسان ينهتم بهندامه ويكون عندوه هندام خاص بالنوم هندام خاص بالطعام هندام خاص بالرحلات هندام خاص بالعمال هندام خاص بالأبقاء العطل وان يحرص على حلقة الشعر بواحد طريقة خاصة ومعلوم بغفاكي كنتوا جيد يعني واحد الجمالية ربما معروفة اكتر في بلاد ايطاليا واستفدت منها كثيرا في الحقيقة يعني انا لم استفد من الجانب المضهر الخارجي من ايطاليا كثيرا ولكنني سبحان الله انا اذكر والمغاربي يعرفون جميعا ان الحسن الثاني رحمه الله كان قوي وكان انسانا متميزا في لباسه سواء لباس تقليد المغربي او في لباسه العصري فكان يعني رجلا متميزا وانا من من الصغر يعني حينما نتابع سفريات الحسن الثاني رحمه الله في ذلك الوقت كنا نلاحظ ماذا كان يلبس ما هي الالوان التي وكان يلبس يعني الوان متناسقة كذلك في عهد جلالة الملك محمد السادس حافظه الله يعني انا كذلك اهتم باللباس التقليدي وجلالة الملك محمد السادس حافظه الله عني كما نعلم ونشاهد جميعا في جميع خرجاته وسفرياته الى الدول سواء الغربية او الافريقية فكان يلبس يعني الجلباب الحر المغربي وكان يعني بعدة الوان حتى انه اغلب الان الخياطة يعني لو كيت تسابقوا على يشوفوا يقلدوا لموديل يعني لما كتش تقول له انا بغيت بحلج لابدي لسيدنا اللي البخ مخزانية اللي كان في افريقيا او اللي كان في سيناء كده فهذا الشيء صراحة يميز به المغرب اللباس كذلك غد نظر عن الطبخ غد نظر عن لهاجات غد نظر عن التقافات المغربية اللباس المغربي يعني اصبح متميزا في العالم بمجرد ان تلبس اللباس التقليدي المغربي فيشار اليك هذا مغربي لا يمكن ان يقول لك انت جزائري او انت كذا بل انت مغربي في مناسك الحج ديار المقدسة دائما يحرص على ان يلبس اللباس المغربي بالتربوش الاحمر والبلغ الصفراء الحاقع لونها تسرر نظرين زائد البيضاء والسبح الخضراء كدهر مغربي وهناك من يسلم عليه ويحب ان ياخد معه صورة فوتوغرافية ولا يمكن ان يختلط بجسية اخرى لاني اللباس المغربي يبقى دائما اصيل رغم ان بعد بين الخوسين سأستعمل هذا المصطلح بعد اللقطاء بعد الدول التي جتت من فوق الارض ما لها من قرار ليس لها تاريخ اصلا وتدعي ان الطبخ الفلاني هو في ملكيتها وتدعي ان الجباب يعني في لا ابدا فهذه الدولة يعني هي لقيطة اجتتت من فوق الارض ليس لها تاريخ بل التاريخ للمملكة المغربية يعني الطبخ ديالها بلباسها التقليدي بتقافتها بغيرها هذا من جهة اما ردا على سؤالك كذلك حتى اكون منصفا بايطاليا استفدنا منها كذلك نعم طبعا يعني كما سبق لي في بعض الحلقات التي شاركت فيها هنا في هذه الاداعة المباركة ميدراديو قلت لك عندما سألتني كيف سافرت الى ايطاليا وتحددت معكم على ان سافرت بطريقة قانونية وهنا اشير على ان الانسان علي ان لا يغامر بحياته وان لا يلقي بنفسه الى التهلوك فنتأسف للقوارب قوارب الموت قوارب التي يسهر عليها بعض المافيات بعض المجرمين ويعني كيتسب في موتي كثير من الشباب والاطفال لكنني ذهبت الى ايطاليا بحقيبتين حقيبة فيها بعض الملابس وحقيبة كانت فيها ثقافتي وهوية وديني وغير ذلك كنت حريصا الاخد معي هذه الحقيبة لان هي التي اعانتني وسهلت لي مسألة الاندماج في الوسط الايطالي للأسف الشديد الهوية نعم الهوية وهذه مسألة الهوية موجودة في المشترك الانساني الانسان بعض الشباب الآن او بعض مغاربة العالم في اوروبا وتحديدا في ايطاليا يعني اصبحوا تائهين لماذا لانهم فرطوا في اصلهم وفرطوا في ثقافتهم والاخطر انهم فرطوا كذلك او بمصطلح اقوى تنكروا وكفروا بهويتهم بمجرد ان بالدرجة نقول شبعوا في الكرش ديالهم بسباقيتي صافي يعني ظنوا انهم قطعوا الواد نشفور جريهم لا ايطاليا نعم استفدنا منها في امور كثيرة ماديا استفدنا منها حتى مع الايطاليين تعلمنا منهم بعض الامور في الاخلاق في المعاملة الشعب الايطالي شعب كريم شعب يعني يعني شعب يعمل شعب يعني يتفانى في العمل شعب صادق يعني لماك التعامل معه صادق هنا اشير على للأسف شديد ان عندنا في المغرب هناك حالات هي شادة وهي قليلة ولكنها موجودة ان الانسان يغش في التجارة انسان يغش في يقدم لك مثلا طعام وهو انتهت صلاحيته هذا عيب وهو يدين بالاسلام ومس بحقوق الانسان ومس بحقوق المستهلك بحقوق المستهلك طبعا والقضية الاخيرة التي وقعت في الدار بدا يعرفها الجميع يعني ومن هذا الباب انا انوه برجال السلطة وكل من في فلكهم انهم يراقبون وانهم يعملوا العمل لهم حبدا انهم يضاعفوا لان هناك مطاعم كثيرة هناك اماكن لبيع الموض الغدائية مغشوشة منتهية صلاحية نتمنى منهم ان شاء الله وتعالى ان يعني يوضعوا هذا الامر يسموا به كذلك حتى ما وقع مؤخرا يعني اكثر من 15 الشخص توفوا جراء انهم شربوا الماحية وكذا يعني وهي منتهية فاسدة فاخص تكون شوية المراقبة وشوية الكنترول والضرب من حديد على كل من بغى او يعني اراد خلق فتنتين او نشر رديلتين الى انشاء مصانع لاستهلاك محية وهي سليمة و اه والخمر وحرام ضيد الجميع لانه يضر بصحة المواطنين ومخالف الشريعة الاسلامية نعم صحيح نعود سيدية عبدالله مشنون الى واقع بلاد المهجر عموما ولكن على وجه الخصوص في ايطاليا بانك مهتم بالشأن الايطالي كيف تبدو لك وضعية المغاربة في هذا الفضاء خصوصا في ضل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة اه طبعا الازمة الاقتصادية يعني اصابت دول العالم حتى امريكا حتى سويسرا يعني حتى الدول الغنية فما بالك بايطاليا لانها ليست دولة غنية ايطاليا لا تملك ابار للبترول او ابار للغاز هي فقط دولة صناعية نعم مصنفة ضمن الثماني الدول وضمن العشرين كذا لكن الازمة اصابت ايطاليا واصابتها بقوة واغلب المهاجرين تضرروا من تلك الازمة وعلى رأسهم الجالية المغربية طبعا لانهم ضمن تشكيل هذه الاسرة التي تعيش في ايطاليا تضرروا اكثر مع الجائحة الفيروس كورونا يعني اغلب الشركات اغلقات واغلب هناك عمال مغاربة تم اعفاؤهم من مهامهم وهناك من تم طردهم من الشركات بسبب عنصرية او باسباب اخرى يعني نحن لا نخفي الشمس بالغربال الجالية المغربية في ايطاليا طبعا تعيش ازمة خانقة ورغم تلك الازمة فاخر تصريح للبنك المغرب يعني انه ينوه بمغاربة العالم انهم استطاعوا تحويل اكثر من مئة مليار ديرهم يعني هذا المغرب دي البر رخص تكريم مش تكريم وسام لأسر شديد لا بد من تقبيل ايديهم ورؤوسهم هم لا يطالبون الا باحترامهم ولا يطالبون الا بتسهيل مهامهم خاصة عند دخولهم عبر البحرية طانجة وغيرها وعبر اغلب المطارات يعني الواقع يشهد ان هناك بعض المعاناة يعيشها مغاربة العالم في العالم وايطاليا بالخصوص هناك ازمة هناك اوسر يعني بعد حصولها على الجنس الايطالية يعني قامت بهجرة ثانية الى فرنسا الى بلجيكا الى المانيا الى انجلاطيرا يعني من اجل تحسين الوضعية لماذا؟ لان ايطاليا ليست كفرنسا او غيرها من الدول التي لديها مساعدة اجتماعية قوية او ما يسمى بالشوماج اللي موجود في فرنسا وبعض الدول ايطاليا ما فيهاش حاليا الان هناك بعض المساعدات ما يسميه في ايطاليا مساعدة يعني كتعطيها لرب الاسرة والاسرة ديالالوليدات ما يعادل خمسالف درام خمسمائة اورو يعني فقط من اجل المعيشة لا يستطيعوا ان يرسل منها ولو دير اورو واحد الى اسرته في خارج ايطاليا هناك قيود هناك عنصرية هناك امور كثير يعيشها المغاربة في تطرف ديني هناك ايضا؟ نعم طبعا هناك تطرف ديني هناك تطرف ديني الان اليمين متطرف ربما صعد الى الحكومة مؤخرة في الانتخابات الايطالية وهذه عودة هذه طامة اخرى لان الان ايطاليا فازت في الانتخابات حزب يعني يمين متطرف وهو يعادي وهو فاشيست يعني يعني يعادي المسلمين اولا ويعادي كل مهاجر الاجانب وهذه السيدة التي الان اصبحت رئيسة للوزراء او الحكومة هي في في حملة انتخابية كانت تقول انني ساطرد المسلمين وساغلق اغلق المراكز والمساجد نحن ضد انتشار الاسلام وكأن الاسلام يعني بيدي المسلمين ينتشر هناك دراسات تقول في 2050 للميلاد سيكون عدد المسلمين باوروبا سيكون اكتر من المسيحيين واذا اعتمدنا على العملية الانتخابية التي تلعب الارخام سوف نجد بان في الاقتراع سيكون عدد المصوتي المسلمين اكتر بكثير لذا يدقون نقوس الخطر من اجل الحد من انتشار الاسلام في اوروبا هو نحن نتمنى فعلا ان ينتشر اخلاق المسلمين قبل الاسلام لان هناك الاسلام موجود في اوروبا ولكن المسلمين لا يلتزمون باخلاق الاسلام المسلمون في الغرب يسرقون يتاجرون في المخدرات يعني يقومون بتزوير كذا فانا اتمنى ان تنتشر اخلاق الاسلام بين المسلمين قيم الاسلام اتمنى ان يلتزم هذه مهمة ان يلتزم المسلمون باخلاق الاسلام فيما بينهم اولا لان نحن الان لسنا من المفروض علينا نشر الاسلام بل من المفروض علينا ان نلتزم نحن بالاسلام اولا وبعد ذلك ندعو غيرنا اخونا الفاضل سيدة عبدالله مشنون الذي قدم من ايطاليا الى ارض المغرب ليحتفل معنا لاحياء هذه الذكرى العطرة وكانت فرصة اننا اقتنسناه لنفتح معه جسور التواصل والحوار حول هموم وقضايا وتطلعات مغاربة العالم سيدة عبدالله اخونا 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 انا من قبل اذكر منذ الاعداد منذ كنت طالبا كنت مهتما بكتابة القصص وكتابة حتى المقالات على المجلة الحائطية في التانوية والاعدادية والحمد الله اشتغلت مع عدة منابر مغربية وانشرت في بعض المواقع العربية كذلك وانشرت والحمد الله يعني بعد ذلك لتحقت بالمعهد العالي للصحفة بالضل حيث نيلت الاجازة في الاعلام تخصص الصحفة المكتوبة واستمريت في هذا المجال كتابة المقالات انا اكتبه في المجال السياسي انتقده بعض السياسات سواء في الدول العربية او حتى هنا بالمغرب واكتب كذلك موضع متنوعة حتى في الفقه حتى في التقافة حول الهجرة موضع متنوعة يعني اتطرق اليها ومن خلال ذلك المقال فانا اسوق رسالة الى القائمين الى المسؤولين الى المجتمع المدني او حتى الى مغاربة العالم طبعا الانسان عليه دائما ان يكون او ان يحرس ان يكون متميزا ان لا يقبل بالشيء الذي يملكه فقط فانا انصح الشباب وانصح الجميع ان يكون له طموح قوي ما فيها بس الى حلم الانسان لان الحلم مش حرم يحلم انه يملك شي حاجة يحلم انه يدرس وهنا انا اشجع الجميع على الدراسة واخر تدوين كتبت على صفحتي على الفيسبوك انني نصحت مغاربة العالم ان لا يضيع الوقت في العمل الجمعوي بين قوسي الغير هادف فان كان لديهم وقت عليهم لماذا ان لا يلتحقوا بالمعاهد بالمؤسسات في محل اقامتهم بالجامعات لماذا لينالوا الشواهد العليا الحمد لله فكان من ضمن الامور التي وضعتها وبرمجتها وكانت كمعالم طريق لي هي ان اؤسس منبرا اعلاميا يكون متميزا وقد كان بالفعل متميزا ومتنوعا متميزا كونه في اوروبا فهو هذه الجريدة ايطاليا تيليغراف ليست جريدة مغربية رغم انها تهتم بالشأن العام السياسي المغربي وما الى ذلك جريدة ايطاليا تيليغراف هي ليست خاصة بمغربة العالم ولكنها تهتم بمواضيع شتى هذه الجريدة التي ينشر على صفحتها كبار الاكاديميين والمفكرين والاعلاميين عرب ومن اسيا من كندا من امريكا من اوروبا وطبعا حتى من المغرب هناك كتاب يعني سبارك الله عليهم يعني يكتبون مقالة قوية من هذا الباب انوه بهم فكان هذه اللبينة الاولى التي وضعتها بعد نقاش مع بعض المهتمين بعض الاصدقاء ورحبوا بالفكرة واستطعنا ان نؤسس هذا المنبر الاعلامي الذي يخدم القضايا الوطنية خاصة ويحرس على توابط الامة المغربية ولا يخرج طبعا عنها وننشر بعض الانشطة التي يقوم بها مغربة العالم الانشطة القيمة الهادفة فقط ثم كذلك نقوم بحوارات نقدم نعرف بالكفاءة المغربية شباب وشابات خاصة الذين تخرجوا من الجامعات الايطالية فهناك كفاءة قوية في ايطاليا يعني الحمد لله فهذه الجريدة لها اهتمام واسع وكبير ومتنوعة كما قلت لانها تنشر الوحيدة في اوروبا التي تنشر بستة لغات ومن هذا الباب فانا ادعو الشباب او المهتمين بكتابة المقالات ان يتواصلوا معنا نحن نشجعهم على الكتابة وننشر لهم مقالاتهم على ايطاليا تليغراف حقيقة سيدة عبدالله مشنون تستحق التنويه والاشادة ان شاب مغربي استطاع ان يصل الى اوروبا وان يؤسس منبرا اعلاميا كبيرا ناجحا وستطاع ان يكون مديرا له ولكن الذي اثارني هو ان هذه المقالات تنشر بستة لغات ما هي هذه اللغات ولماذا تعدد اللغوي في منطقة ربما لها لغة واحدة في ايطاليا نحن اخترنا هذه الفكرة جاءتني بحكم ان اوروبا فيها اكثر من لغة فقلت يعني ليس لا يكفي ان ننشر باللغة العربية فهناك مثلا الاجيال التي ازدادت و يعني كبرت في الغرب يعني لا تقرأوا اللغة العربية فالذي في فرنسا يعني القليل منهم من يقرأوا العربية يقرأوا الفرنسية وفي المانيا يقرأوا الالمانيا وفي اسبانيا والايطال كذلك فاخترنا ان تكون المواضيع ولدينا كذلك حتى كتاب يكتبون بهذه اللغات فالجريدة تنشر باللغة العربية والايطالية والفرنسية والانجليزية والاسبانية والالمانية هي موجهة ربما الاتحاد الاوروبي ككل هي موجهة الى كل المهتمين يعني لماذا لانها قلت متميزة لان حتى بعض المقالات التي نكتبها بالعربية في بعض الاحيان لدينا كاتب من ايطاليا يعني يترجمها لنا باللغة الايطالية وهو متمكن والبعض الاخر يترجم لنا مقالة حول المغرب نعرف بالمغرب بالسياسة او بالاحراب الدبلوماسية الناجحة المغربية فيعني نهتا نكون يعني الموضوع بالعربي نترجم الى الايطالية حتى يقرأ حتى الايطالي حتى الشباب الايطالي يقرأ او بالاسبانية الذي يتواجد في اسبانيا يعني نساعد حتى في نشر نجاحات الدبلوماسية المغربية ونساهم كذلك حتى في نشر التقافة المغربية بالكتاب بهذه اللغات وهي مهمة طبعا مهمة كثيرا ومن هنا أن أنصح الشباب يعني أن لا يعتمدوا على لغة لأن الآن الأمي ليس الذي لا يعرف الكتاب بل أمي الذي يعرف لغة واحدة هو أمي لكن الإنسان عليه أن يتعلم لغات أخرى لغات حية يعني بعد العربي بعد الفرنسية يهتموا بالإنجليزية فهي مهمة وأتمنى أن تنتشر في بلادنا إن شاء الله هذا هو المتوقع بأن الإنجليزية سوف يكون لها موقع قدم قوي في ربما السنوات المقبلة القليلة بإذن الله أستاذ الفاضل عبدالله مشنون هذا المنبر الإعلامي القوي والفعال والمتشعب أكيد أنه يتابع السياسة داخل الوضع المغربي وتتابعنا عن كتب إذا سألناك كمتخصص وكمتابع يعني كيف تبدو لك الوضعية بالمغرب وأنت الآن من منظر في أوروبا كيف يبدو لك الخط الذي يسير عليه المغرب من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية وهذه التحولات الراهنة في ظل الانتقال الديموقراطي إلى مدى نحترم حقوق الإنسان كيف تبدو لك مؤشر التنمية الوضع العام باختصار هل هناك تحسن؟ أم هناك تراجع إلى الوراء؟ في الحقيقة يعني المسألة أنني لست متخصصا ولكنني متابع ومهتم كإعلامي طبعا أهل الاختصاص يعني هم أهل السياسة في الحقيقة نعم كلما زرت المغرب سواء زيارة عائلية أو للمشاركة في بعض الندوات أو الملتقيات فمثلا هذه السنة إن شاء الله سأضيف مع الشيخ سعيد مسلم على الملتق العالمي للتصوف الذي يشرفون أنني القائمين عليه دائما أشارك بمحاضرة أكاديمية حول مواضيع متنوعة تخص الوسطية تخص الاعتدال تخص حتى تجديد الخطاب الديني كما ذكرت أنني كل مرة عند زيارة المغرب إلا ووجدت هناك يعني خطوات واستثمارات جديدة المغرب بالدارجة يجري بسرعة بزافي يعني اللي مواكبش هذا السرعة دين المغرب غادي يجري وللأسف الشديد أنا دائما بعض الأصدقاء في المغرب يقولون حينما أتحدث معهم حول المغرب على أنه فعلا أصبح دولة قوية دولة في السكة الصحيحة فيما يخص السياسة فيما يخص الدبلوماسية فيما يخص الاستثمارات يقولون لا بل هناك القليل فأقول لهم على أن الغرب يتحدث عن المغرب أكثر من الداخل الغرب يتابع وبقوة كل خطوات الدولة المغربية طبعا الحمد لله المغرب الآن يسير كما ذكرت بقوة وهذا الفضل يرجع إلى السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله فيعني المسؤولين عندما يلتزمون بالسياسة الملكية وعندما يقومون بتفعيلها وعندما يعني يطبقوها فحتما المغرب سيكون ضمن الدول المتقدمة هو غادي الآن في الطريق لكن السؤال أو المسألة التي يجب أن نتحدث فيها على أن المواطن المغربي وحد الفئة عليهم أن يواكبوا هذا الجديد أو عليهم أن يواكبوا التحولات التي تقعوا في المغرب الإنسان ما يمكن شيء هو شاد الركنة ويقول لك المغرب رأى وقف رأى أن تلي وقف رأى شي مرات كتكون قلس في الدران وحدك وحد الدران هو اللي غادي وكتسحى برس كنت رأى كواقف يعني بعض المواطنين خسنا نغير من السلوك تحفيز تحفيز المواطن على العمل نعم صحيح ولكن أيضا أن نوفر له المناخ ونوفر له الحضاء الذي فيه يبدع ويعطي هذا صحيح ولكننا الإنسان عليه أن يبتكر قبل أن يحصل على من يدعمه ابتكر بالقليل الذي عندك لسي فصل لسفاق دعوه دعوه يسير نعم ولنا في رسول الله الإسوال حسنة صلى الله عليه وسلم يعني كيف بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم القوي على الله العزيمة واستطاع أن يكون أمه استطاع من لا شيء نعم نعم ينزل عليه الوحي ولكن لا ينزل عليه الذهب والفضة نعم بساتا بل ينزل عليه إقرأ وينزل عليه إعمل وينزل عليه كذا تعليلها يعني أوامر افعل الناس هنا يا بعض يعني أنا لديها أن تمطر السماء لا ما يمكن يعني ما يمكن لا بد بغض النظر كذلك يعني وبحيادة حيادية تامة هناك بعض الأمور يجب أن يهتم بها المسؤولون في المغرب وهي كثيرة جدا في الصحة وفي كذا وفي كذا ثم تحددتم عند سؤالكم حول المسألة الأمنية نعم الحمد لله الآن الأمن أصبح يعني المغرب يعني يشتطور ملموس يشتطور ملموس وتعدد ربما الأمن الأمني والأمن الغدائي والأمن الاقتصادي نعم صحيح نتحدث عن الأمن يعني الذي يصهر عليه يعني الداخلية أو المدير العام السعب الطيف الحموشي الذي نلوه من هذا المنبر بجميع تحركاته و يعني أعماله والمهام التي على كاهله فطبعا يعني وننوه برجال الأمن والدرك والقوات المساعدة والجيس صراحة يستحقون من التنويه ويستحقون من الدعم ويستحقون من الدعاء وهنا لابد لي أن أشير إلى مسألة مهمة وأقولها للمواطن المغربي مثلا أنا يعني أحزنني الشريط الذي شاهدته وهو أكثر من شريط اعتداء بعض المواطنين بعض الأغبياء بعض على رجال الأمن وهذا يعني خطأ كبير هذا فهنا أنا أقول للمواطن المغربي يعني ألا نكون يعني وقف حينما نرى رجل الأمن يتعرض إلى الإيهانة خصنا نوقف معه هو ملك للجميع لأنه ملك للدولة وهو يسهر على سلامتنا نوقف معه وخيكون دكلي قدامه هز سيف عنطر بنوشداد هذا الأمسألة إلا سينطبق علينا أكين يوم أكل التورو الأبيض علينا أن نساندهم وأن ندعو لهم وأن نحترمهم كذلك بعض المواطنين أقول دائما أغبياء صراحة يعني لا يحترمون رجل الأمن عندما يوقفهم وكذا وكذا يعني بغض النظر شنو كيديرو ربما هؤلاء أستاذ الفاضل هم شباب ربما متمردون لأنهم لم يحضوا بالعناية هنا يحيون على واقع الشباب المغربي فالعناية مبالغ فيها نعم ربما في الغياب ربما دور الشباب ودور الأحزاب والجمعيات في تعطير هؤلاء الشباب هؤلاء الشباب يحتاجون إلى من يؤطرهم ربما كملاحظ تلاحظ بأن الشباب في إيطاليا ربما قد يحظى برعاية هناك رياضات هناك فنون هناك مصرح هناك موسيقى هناك مجموعة كبيرة من الأشياء يستفيدون منها هؤلاء الشباب ربما بالتهميش كيف يمكن أن نتحاشى هذه الظاهرة وأن نخلق شباب يكون عنده الهوية يعتز بالمغربية دياله بالوطنية دياله ولما يرى رجل أمن أو رجل سلطة يحترمه ويقدره ويقول هو موضوع لأمني ولسلامتي أولا المسألة دي المراكز أو الأماكن الترفيه والرياضة هي موجودة أنا شاهدتها في أغلب الأحياء يعني المهمشة أو الشعبية فيها أماكن رياضة لكن المسألة الأهم أن هؤلاء الشباب لا يعتنون بتلك المؤسسات أو تلك الفضاءات التي صرفت فيها الدولة أموالا طائلة لا يهتمون بها بل يبعترونها ويمزقونها ويعني يقومون بتخريبها وهذا يعني لا يقبله ولا العقل ولا الشرع ربما أيضا ضحية مخدرات هؤلاء الشباب معظمهم تجده بأنه صار في طريق المخدر والمفتر إذن نعم هذا الأمر منتشر للأسف شديد بين قوسين ما يسمى بالقرقوبي لسنا ندري من يسعى في نشر هذه الآفة أو في هذه السموم الخطيرة التي تقتل الأطفال والشباب والشابات بل حتى بعض الكهول يعني لا بد من من الزجر لا بد من يعني تنزيل العقاب الشديد على المخالفين عوالى الذين يرويجون هذه الأماكن أو هذه عفوا هذه المخدرات عودة إلى الشباب بالخارج الشباب بالخارج هناك فضاءات رياضية بالمجان وهناك بالمقابل لكن تلك الأماكن يعني لا تذهبوا إليك وتحضرك إلى أنت يجب أن تكون لك الإرادة والعزيمة ويعني الإرادة إلا ما عندك شي راتب قفة في البيت ديالك مهماش فالإنسان خصو إن الله لا يغيرو ما بقومين حتى يغيروا ما بأنفسهم حسنا نغيره حسنا شوية ديالتغير نعم حسنا بزاف ولكن الحمد لله احنا في الطريق نعم شيء مشرف في المغرب الكل يتحدث عنه هو نجاح الدبلوماسية المغربية خصوصا فيما يتعلق بوحدتنا الترابية وأقاليمنا الصحراوية كيف تتابعون أنتم من إيطاليا وكيف تتابع الجالية والمغربة العالم هذه النجاحات والمكتسبات في مجال الدبلوماسية المغربية أولاً أولاً الصدى الدبلوماسية المغربية وصل إلى الأقصى يعني الحمد لله جميع الدول سواء الأفريقية أو العربية أو حتى الدول الغربية تنوه بسلوك الدبلوماسية المغربية وما تحظى به من تقدير واحترام في الوسط الدولي لما يميزها من عقلانية ومن تاريوتين في الدبلوماسية المغربية ليست كبعد الدول بين قوسين اللقيطة التي جدتت من فوق الأرض التي أصلاً تتسرع في نشر الأخبار الكاذبة وكذا وكذا الدبلوماسية المغربية يعني الآن أصبحت قوية ولكننا نطالبها بالمزيد طبعاً نطالبها بالمزيد ونطالب الدبلوماسية المغربية باستقطاب أنا أؤكد على مسألة استقطاب الكفاءات لأن أستاذ الفاضل هناك تهميش للكفاءات هناك تهميش للكفاءات في المغرب لا أقول بالخارج في المغرب في بعض المؤسسات المغربية هناك تهميش للكفاءات القوية متقفة التي تعطي الكثير وأنا أعرف سمحني أنا أعرف الكثير من الأطر المغربية التي يعني الآن إما تم توقيفها أو إعفاؤها لمجرد أنها يعني كانت حريصة على العمل الجاد وعلى الشفافي وعلى يعني إنكار المنكر والقيام بالمعروف يعني كنقوا الساحة من المفسدين نقولها بصدق لأن لماذا نحن نقولها ولماذا يعني نصرح بها لأن لنا في جلالة الملك الإسوى لأن هو صرح أن هناك هو الراعي وهو قال أن هناك بعض المسؤولين يعني فاسدين يعني لما في انتخابات جلالة الملك حافظ الله يعني كيوصل المواطن ما تعطيش صوت ديلك الفاسد ومبعد جيشكا إذن هناك هناك بعض المؤسسات يعني فاسدين فعلى الدبلوماسية على الدولة المغربية على السلطات يعني أنها تستعين بالكفاءات تستقطب الكفاءات ذكرتم الكفاءات يعني الكفاءات ما المقصود بها يعني ما هي الملامح ما هي الشروط الكفاءة لا يعني الكفاءة مثلا الرجل المناسب في المكان المناسب نعم ما يمكنش إنسان غابي تحطو يقود واحد الحافي لرى ما يمكنش لي ما عندوش رخصة ما يمكنش يكون تم بغض النظر على أن هاد البلاد دينا ما زال يغلبوا في هاد البيض عادية البقصح ببقى ما زال نحن نريد مغرب الكفاءات لا مغرب المحسوبية وكذا هناك ناس في المستوى بغاو يخدموا البلاد خاصهم يعيطوا لهم طيج على البركة وندخل في الصراع بين الحق والباطل تاريخ البشرية كله قائم على هذا إذا رجعنا ربما كمتابعين للتحولات التي يشهد المغرب ونظرنا إلى موضوع الخطاب الديني في المغرب هذه فترة زمنية كان هناك إصلاح في هيكلة أو إعادة هيكلة الحق الديني وتجديد الخطاب الديني كيف يبدو لكم الأمر وأنتم تتابعون بين الأمس واليوم صراحة الآن ولله الحمد بهذا السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يعني وبتعليماته وبإنزال مضامين جميع تعليماته وخطاباته السامية طبعا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استطاعت بالقيام بمجهود جبارات وقوية بالاستعانة بأهل الاختصاص بأهل العلم والمعرفة فكانت هناك مرحلة انتقالية إلى موضوع أو منهج تجديد الخطاب الديني فأصبح الآن والحمد لله المغرب يتميز بهذا المسألة الخطاب الديني أو بالجديد الخطاب الديني أصبح المغرب متميز بهذا المسألة وأظن أن مغربة العالم والجالية المغربية بالخارج أصبحت تلتزم بهذه المبادئ وبهذه التعليمات السامية بحكم أن أغلب المؤسسات والمراكز لها تواصل قوي مع الوزارة المعنية ومع بعض المؤسسات التي تهتم بالثقافة والشأن الديني هل يبقى هذا الخطاب الديني ربما في الجانب التعبدي الفرضي في ثق الفروع أم ممكن أن يكون له تأثير كما تحدثتم عن صمع الكفاءات ومحاربة الفساد والإفساد وإيجاد المواطن الصالح القادر على أن يبدع في عطائه وأن يكون ضميره حيا وأنه يعمل للمصلحة العامة طبعا هذه المسألة حينما نطالب المسؤولين باستقطاب الكفاءات فهذه مسألة مهمة أشرتهم إليها كذلك نحن نطالب حتى القيمين على وزارة الأوقاف والشأن الإسلامية وأغلب المجالس أن تهتم بأهل العلم أن يكون هناك تاب بالدعاة أهل العلم أهل اختصاص يعني حتى الخطباء يجب أن يواكبوا شوية ما نبقى غير في الوظوف غسم الجنب اللخص الإنسان شوية الفقه العام فقه المحاسد فقه الاختصاد فقه الاجتماع فقه الإعلام لأن هنا واحد مسألة مهمة لأن جاتني في الفكرة دي حتى حتى في رمضان حينما المغرب يرسل وعثات قيمين ديني إلى الخارج فنتمنى في الرمضان القادم أن يرسل أهل العلم لأن في الخارج يعني الجالية المغربية تحتاج إلى أهل العلم حتى إلى حفاظ القرآن إلى القراء يعني حيانا يأتون رغم أن الموضوع ليس في هذا المسألة ولكن لا بد أن نشير إليه نعم إذا رجعنا ربما إلى المشاكل التي يعاني منها مغاربة الخارج وهو أنهم يرغبون في العودة إلى أرض المغرب ويرغبون في الاستثمار لأن الكثير من الأسر المغربية لما تهاجر إلى أوروبا يبقى عندها الحنين للعودة إلى أرض الوطن ومقصدهم الأسمع هو أنه يجمع قدرا من المال من رأس المال ثم يعود للاستثمار كأن يبني على الأقل بيتا له بيت عائلي أو ربما ينشئ مقاولة صغرى ويحب ويود أن يضع وحدة لمسات في الجانب الاقتصادي والاستثماري في رأيكم ما هي المشاكل التي يعاني منها مغاربة العالم لما يرغبون في العودة إلى أرض المغرب والشروع في الاستثمار في بلادهم أظن أن المشاكل كثيرة وجدا وأنا لا أستطيع أن أتطرق إليها بعجالة في هذه الحلقة من برنامجكم لكن المشاكل فعلا كثيرة أغلب المستثمرين من مغاربة العالم يعني استطاعوا بعد جهد بعد عناء شديد من توفير المال ثم فضلوا بخلاف بعد الدول العربية التي أبناؤها لا يستثمرون في بلدانهم بل يستثمرون في محل إقامتهم لكن المغاربة ولله الحمد يستثمرون في الدولة التي يقيمون فيها وكذلك رغبتهم قوية واهتمامهم كبير في أن يستثمروا أن ينقلوا خبراتهم إلى المغرب فيأتون يعني بوحد البرنامج ولكن يجدون عقبات كثيرة جدا الآن ما كتعرف وشكين شبك واحد ولكن ميت شبك أدوى المشكلة ليس فقط مغاربة العالم بل حتى المستثمرين الأجانب يعني هناك سمسرة هناك عرقيل لبعض القائمين على تلك المكاتب يعرقلون الاستثمار يطلبون المحسوبية والرشوة يعرقلون الممشش معهم من الخط هذه أمور تطرقت إلى الصحفة الوطنية كثيرا فمغاربة العالم هناك من تم النصب عليهم هناك من تم سرقة أموالهم التي ادخرها لهذه المسألة فنحن نحن نطالب المسؤولين حبّة أن يهتموا بشكايات التي الآن هي في رفوف المؤسسات وفي المحاكم أن يهتموا بها أن يقوموا بدراسة تلك الملفات وإيجاد حلول أقولها وأعباد الله وجد حلول المشاكل للمغاربة العالم إن شاء الله لماذا؟ لأن بعض المغاربة العالم وهذا يعرفون الجميع نحن لا نريد أن يتسبب بعض الأغبياء في أن يكفر بعض المغاربة بوطنيتهم لأن الإنسان لما تدير ورزقه ولك يجد مضايقات كيز الحقبة يقول لك البلاد ويرحب لأنني ظلمت فيها ونصب علي وكذا ولما مشيت أنني أقدم الشكوى لي وجدت الذي سرقني هناك وفهم أنت لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحبابنا في الله نواصل هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الأستاذ سيد عبدالله مشنون من مغاربة العالم وهو مقيم بإيطاليا وهو إعلامي كبير متابع للشأن المغربي وأيضا مع فضيلة الشيخ سعيد مسلم المقرأ والفقيه أستاذ الفاضل الوقت يدركنا والحديث معك الشيق والوقت ضيق وعقارب الساعة تطاردونا بغينا في هذه العجلة ما تبقى من عمر البرنامج ربما رسائل لبعض الشباب المغاربة الذين يريدون أن يصلوا إلى الفيردوس المفقود يعني أوروبا وما جاورها ويسلقون طريقا أو طرقا غير مشروعة ما يسمى الآن بالهجرة السرية التي يتعرض لها مجموعة من اليافعين يتعرضون للهلاك ويقضون نحبهم ويتركون خلفهم الأحزان والألام بصفتك أنك مهاجر منذ سنين بطريقة شرعية واستطعت الحمد لله أن توطد قدمك في تلك البلاد وتتابع عن كثب هذه الأحداث ماذا يمكن أن تقول كوصايا وكإرشادات لشباب المغرب بداية أنا لا بد لي قبل أن أنصح أوجه رسالة إلى الشباب لا بد لي من هذا المنبر أن أوجه رسالة إلى المسؤولين أن يجدوا أن يوفروا عملا شغلا وظيفة لهؤلاء الشباب لهؤلاء الذين أصبح همهم الوحيد مغادرة التراب الوطني وهذه في الحقيقة يعني فضيحة كبرى فعلى المسؤولين لتفادي الكوارث التي تصلنا ضحايا كتر يعني آخرها من مدينة الفقية بن صالح الذين يعني انقلب قاربهم في البحر وماتوا كلهم ماتوا فلهذا نوجه رسالتنا إلى المسؤولين أن يتداركوا الأمر أن يدرسوا الأمر أن يبحثوا عن حلول لإيجاد حل لهذه المشاكل هذه النازلة العويصة إيجاد شغل عمل لهؤلاء الشباب توجيههم توجيها سليما صحيحا لمسلا تسجيلهم في مراكز التكويل المهني وغيرها أو توفير لهم العمل ثم أما بخصوص الذين ينوون ركوب قوارب الموت هي في الحقيقة قوارب الموت يعني أنا أقول وهم يعني الإنسان عليه أن يحرص وأن يحافظ على حياته لماذا؟ لأن الإنسان الذي مثلا يموت في البحر فالكثير يقول أو البعض أنه شهيد فأغلب العلماء قالوا أنه ليس بشهيد لأنه الذي غامر بحياته الله سعلك يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إنسان هو يعلم علم اليقين أنه بركوبه في ذلك القارب قد يصل وقد لا يصل إذن عندما لا يصل ويموت فهو الذي تسبب في تلك المهلكة والتهلكة فأنا أنصح الشباب بالتريت أنصحهم بالتوجه والتوكل على الله عز وجل أنصحهم بأن يحرصوا على القناعة أولا الذي لا يشتغل ولا يمارس أي عمل في بلاده فصعب عليه أن يعيش في بلاد أخرى يعني أنت ستصبح عالة هناك ستصل إلى أوروبا ماذا ستعمل بدون إقامة ستتاجر في المخدرات وأغلب الذين وصلوا هناك فئة تتاجر في المخدرات هناك فئة تعترض سبيل الناس هناك فئة يعني تسريق هناك فئة يعني تمارس الرذيلة من النساء وهذه أمور يعرفها الجميع فأنا أنصحهم يعني أن يسلك الطريقة القانونية وهي أن يبحثوا على عقود العمل هي موجودة عقود العمل الفلاحية تسأل كيف أصل إلى إيطاليا إنسان عندهم رغبة أن يصل إلى إذن أسلكها بالطريقة الشرعية القانونية يعني طلب تأشيرة حتى عن عقد عمل مثلا تواصل مع من في استطاعته بين قوسين يبيعون عقود العمل وسطة يعني لك الإنسان يمشي بوجو حمار في أي مجال في الفلاحة هناك الفلاحة لا فقط في الفلاحة في الفلاحة والآن يعني إيطاليا تحديدا تطلب أصحاب المهن التمريد نعم وحتى مهن البناء ومهن الترسيس ومهن الكهرباء هي تطلب هذا لابد أن تمتلك حرفة أو مهرة وكثرة أولا في ضرف سنة أو سنتين يستطيع أن يحصل على ديبلوم تخصص في البناء تخصص في التمريد تخصص في أي مهنة شريفة يعني من خلالها يستطيع أن يجد عملا هنا أنا الذي صديق يعني مهندس في البناء هنا يحكي لأنه يجد صعوبة في أن يجد عامل البناء والله العادي قال لي ما كان القاش ما كان الكفاءات لا من غير الكفاءات غير المانوفال ما كان القاش وما يبغل شيء تعلمه فلهذا يعني الإنسان يحرس كما قلت أن يكون له يقين قوي على الله يتوكل على الله يكون في القناعة وأن لا يغتر بما يراه من بعض المهاجرين عندما يأتون إلى المغرب وسلاسي القلادات ذهب على أعناقهم والسيارة الفخمة وأنا هو كذا لا لا تغتروا بتلك المظاهر نسأل الله على التوفيق للجميع سيدة عبدالله مشنون ربما كسؤال أخير قدومكم إلى المغرب في الضرفية الراهنة يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف وأنتم معروفون بأنكم مشاركون في عدة ملتقيات ومحاضرات وندوات في دول مختلفة ولكم حضور قوي حتى في الجانب الديني هل من نشاط تقافي تربوي توجيهي في هذه الضرفية بالمغرب طبعا فقد تلقيت دعوة كريمة من أهل الكرم والجود والطيب من مدير الملتقى العالمي للتصوف فضيلة الدكتور سيدي مونير وأنا أشارك كل سنة في هذا الملتقى العالمي الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين والأكاديمين من جل دول العالم من أمريكا من كندا من أوروبا بعض المستشريقين وحتى بعض المسلمين الغربيين ومن العالم العربي ومن الأزهر الشريف وكذلك من الخليج وهذا شرف كبير أن أحضى بالمشاركة وأن أزاحم هؤلاء العلماء وأنا أستطيع هذا الشرف لي والمغرب يعني يتميز بمثل بتنظيمه لهذه الملتقيات الدولية القيمة والهادفة التي من خلالها يوجهون رسائل إلى العالم أن المغرب بلد الأولياء وبلد العارفين بالله وبلد التسامح وبلد إمارة المؤمنين وبلد الوسطية والاعتدال إذن هم يركزون على القيم المشتركة طبعا المشترك الإنساني بين دول العالم يعني إلى أي مدى يصل هذا الملتقى العالمي للتصوف في إيصال هذه الرسالة إلى العالم ربما من باركم اللي وفي أوروبا وبستة لغات سيلعب دورا كبيرا في الإشعاع الإعلامي والتقافي نحن طبعا دائما نتابع الملتقيات التي تنظمها مؤسسة الطريق القادر نتابعها ونغطيها طبعا وننشر عنها مقالات يعني كمدخلات للعلماء والمفكرين وآخرها الجامعة الصيفية التي شارك فيها فضيلة الشيخ سعيد مسلم ولسوء حظي لم لم أوفق في أن أشارك فيها وهي يعني مهمة جدا فليس من بارون فقط الذي يتطرق إلى تحدث عن الأنشطة التي تنظمها مؤسسة الطريقة بل هناك منابر عربية كثيرة في مصر في الخليج حتى هناك بعض المنابر حتى في أوروبا يعني تتحدث عن أهمية الملتقى العالمي التصوف وأهمية جميع اللقاءات التي تنظمها مؤسسة الملتقى أو ينظمها المغرب والشيخ سعيد المسلم أكيد حضره متميز في هذا الملتقى السنوي الذي يعقد دوما بإحياء ذكر المولد النبوي الشريف شيخ سعيد المسلم ماذا يكون دوركم في هذا الملتقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحب أجمعين أولا شكر الله لكم الدكتور طيب كريبان والدكتور سيد عبدالله مشنون على هذا البرنامج القيم وهذا الحوار الشيخ الذي استفدنا منه منذ بداية البرنامج بارك الله فيكم بالنسبة لهذا الملتقى العالمي للتصوف هو كما ذكر الدكتور عبدالله يجمع يعني كبار علماء العالم وعلى رأسهم علماء الأزر الشريف وعلماء من المغرب ومفكرين وأساتد وباحثين وهذا الملتقى يتكلم عن التصوف يعني كما ذكر الأستاذ يعني الوسطية والاعتدال وعلى القيم والأخلاق والعمل الإنساني والتسامح بين الشعوب يغرس ويزرع يعني محبة الناس وبفضل الله تعالى هذا هذه الدكرة دكرة مولد النبي صلى الله عليه وسلم دأبت كل سنة يعني المشيخة مشيخة طريقة القادرة البوشيشية وعلى رأسها سيدي مونير فضيلة دكتور سيدي مونير الذي هو مدير الملتقى أو مؤسسة الملتقى العالمي للتصوف أن يقيم مصابقة قرآنية وطنية على صعيد المملكة تحفيزاً وتشجيعاً لناشئتنا على حفظ وتعلم وترتيل القرآن الكريم لنشر أخلاقه ولنشر يعني مبادئ الإسلام ودائماً يعني هذه الدورة الرابعة التي إن شاء الله سوف تكون في هذا الأسبوع أو ربما بدأت من اليوم هذه المصابقة الإعلان كان اليوم اليوم يعني اليوم 29 شبتنبر إلى 2 أكتوبر إقصائيات دوركم الشيخ سعيد مسلم في هذه المصابقة دوري كرئيس لجنة تحكيم ما شاء الله دوباً دوباً رئيس لجنة استغفر الله يعني سيئلة رئيس بارك الله فيك شيخ جليل ومتمكن وكفاء قرآنية بخواعد تجويد وله مؤلف ربماً الأول من نوعه في خواعد تجويد وفي المقامات الصوتية نعم الأول من في المغرب كتاب تتكلم عن المقامات الصوتية كيف يعني تحصل قراءة ف بالنسبة للمسابقة يرسل المترشح أو المتسابق أو المتسابقة يعني ذكوراً وإنثا أقل من 20 سنة يرسل صوت يعني صوت وصورة فيديو أقل من 3 دقائق بدون تحسينات صوتية أو مكبر صوت حتى نميز يعني ونعرف صوته يعني الأصلي لأنه بدون تحسينات ويعني يذكر الإسم والمدينة التي يسكنوا بها وكذلك رقم هاتفي فإن فاز فدائماً المعروف أن ثلاث جوائز بالنسبة للذكور وثلاث جوائز لإنث ويدهب المتسابقون إلى مداغ يعني الزاوية الأم إلى يعني وجدة بركان بركان نعم يتنافسون يعني في الإقصائيات مثلاً كما ذكر أستاذ عبدالله فأهل المشيخ الطريقة الوشياء هم أهل الكرم وأهل الجود وأهل الترحاب يعني يستقبلونهم في الفنادق الفخمة خمس نجوم بشاء الله ويعني بسيارات كما قلوا يعني في شيفورد يالهم وهذا نجوم نجوم القرآن الحمد لله تكريم لأهل القرآن وهذا ليس بعيد على المغاربة الحمد لله فهم أهل القرآن وكلهم يعتنون بأهل القرآن وعلى رأسهم صاحب جلال الملك محمد السيد نصر الله الذي يولي اهتماماً وعناية لأهل القرآن وأهل العلم وتخصص جوائز قيمة لهؤلاء الفائزين والفائزات فهذا إن دلع الشي فإنما يدل على أن الحمد لله الطريق القادر يلبوشيشيا دائماً وأبداً يفي خدمة القرآن لنشر قيمه وأخلاقه وهذا هو المبتغى من هذا الملتقى العالم للتصوف هو ذا التسامح والثوابت ويعني الوسطية والاعتدال إذن موعدنا إن شاء الله قريباً بل قد بدأ وقد شرع هذه المصابقة وربما سوف نتابع عبر وسائل الإعلام هذه الفعالية نعم وهم دائماً ينتظرون الدكتور الفاضل سيدي طيب قريبان حفظك الله الذي صراحةً يعني نتمنى له ونرجوه ونصلاح أن يشارك معنا في هذا الملتقى المتصوف لأن صراحةً تكون يعني مشاركتك هادفة وقيمة والكل يحبونك ويعرفونك فهذا دائماً نوجه لك دعوة من رأسك الله ونحن نفتخر بأن مغربنا العزيز في هذه الفعاليات الدينية التي كل محلة ذكرى صاحب الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويحتفون بذكره بمولده وذلك بإعطاء النموذج الإيجابي القرآن الذي يمشي على قدميه فهنيئاً للمشاركين بكم بالشيخ سائد مسلم الذي هو أستاذ مبرز في القراءات وفي التجويد وأيضاً بالأستاذ الإعلامي والمحاضر الدولي سيد عبدالله شنون على المشاركة دي لكم الحمد لله أستاذ طييب كما ذكرت أن الذكر هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أذكر ودائماً أقول بأن المغاربة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وذي الباركة في البلد المغاركة البلد يحبون أنا أقول بأن المغاربة البلد الأول في العالم الذي يحبون سأعطي مثال نعم ولو أنا المختار درك هنا والسيد مخرج يشير إلي دقيقة دقيقة نعم تسمعنا هده رغب دريجة نعم مليك تكون هناك شي خسام بين الطرفين أو عائلتين أو الشي مثلاً في الطريق كنقول أصلح نبي يا سيدي المغاربة دي ما صلى وعدنا في الأفراح وفي الحفالات وفي المناسبات دي ما صلى الله يعني كل يعني المغاربة يصلون على النبي وفرحاً بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ترى أن النساء أنا كنت صغيراً والنساء يطلعون إلى السطوح ويقومون بالزغاريد في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما كنته شي بلاد صحيح والحمد لله المغاربة دائماً يقيمون مناسبات وأفراح دائماً يصلون وينشدون الأمدح نبوية هذا سر بركة هذا البلد رغم الجفاف ورغم الظروف الصعبة الاقتصادية والعالمية سيبقى في حفظ الله وكذف الله وهنيئاً لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إحياء هذه الذكرة في قلوب الناس ونفوسهم ونسأل الله أن تقبلوا من جميع إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل على سيد محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله نشكر الأستاذ الفاضل سيدة عبد الله مشنون ونعزيك في شقيقتك التي توفيت وأخراً الله يرحمها الله يوصل على الرحمات الله مجعل البركات تحصل على رسول الله بالرحمة والمغفرة والرضوان أمين الله للا أمين أيضاً سيساء المسلم فقد شقيقته للا أمين كذلك نسأل الله تعالى أن يجعلها في أعلى عليين في الفردوس الأعلى مع نساء النبي المصطفى ومع فاطمة الزهراء بنت رسول الله عزاؤنا وعزاؤكم واحد ونسأل الله أن يرزعكم الصبر والسلوان أخونا سيساء المسنون فقد شقيقته وسيساء المسلم شقيقته وأيضاً معنا مصور أيضاً فقد الوالد رحمه الله الوالدة الله يرحمها والله يوصل على الرحمات وإن شاء الله يكونوا جميعاً في عراسات الجنة في ضيافة الرحمن يا رب بجوار المصطفى العدمان يكونوا في قصور تجري من تحتها الأنهار اللهم يا رب ألحقنا بمؤمنين غير خزايا والمفتونين والداتكم والدات الحاج طيب اللهم اجدعنا الرحمات اللهم أجعل في النعيم المقيم اللهم اجعل قبر أروضة المرياض الجنة يخلت لنا سيطيب هذا نورا ديانا وهذا التحفى لي الحمد لله والمغاربة الله يجدعنا الرحمات الله أمين يا رب الله يسكن فسيحة جناتي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وارحم جميع أموات المسلمين يا ربي أموات المسلمين جميعاً الله ارحمهم جميعا اللهم ارحم جميع المؤمنين والممنات والمسلمين والمسلمات من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اجمعنا معهم في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا معهم في أعلى الغنان اللهم اسكننا وإياهم القصور تجري من تهتي الأنهار ولا تحرمنا من النظر إلى وجيك الكريم بحق قولك وجوه يومد ناظرة إلى ربها ناظرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا لكم سيد عبدالله مشنون شكرا لكم سيد الشيخ سعيد مسلم وإن شاء الله سوف نواصل هذه الأيام الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في الدروس والابتهالات والمواعد والمغرب كله الآن وزارة الأوقاف الشؤول الإسلامية أصدرت تعليمات للمندوبي الإقليميين والجهويين في كل المساجد بالاحتفال بهذه الدكرة العطيرة فأهلها الله على مولانا أمير المؤمنين جللة الملك محمد الساليس بالصحة والعافية والبركة وجعل الله بركة جده تكون عليه حجابا مستورة آمين آمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر